مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم نحكي عن موضوع مهم كتير في موضوع الكورونا والتي حذرت منه منظمة الصحة العالمية لأكثر من مرة هي استعدادية كثير من الدول في العالم لهذا الفيروس طبعا كنا بنعرف انه معظم دول العالم بدأت تعرف انه هذا الفيروس قريبا رح يقرأ احد ابوابها ما احد يعرف من اي باب من هنا سيدخل هذا الفيروس كيف سيدخل الى هذه الدولة كل الدول عم تعمل طرق احترازية لكن اللي كانت تخوف منه ان الدول الفقيرة ودول العالم الثالث والدول الضعيفة انها تجد صعوبات وهذا طبعا لانه ضعف في البنية التحتية للرعاية الصحية لكن الصدمة ان الولايات المتحدة وهي تعتبر من اكثر الدول تطورا سواء علميا او اجتماعيا او ماليا حتى عندها قدرات كبيرة الان عم بتعاني معاناة بموضوع الكورونا فيروس طبعا انا انصدمت لما شفت هذول الفيديوهات الان هخليكم مع هذا الفيديو الفيديو الاول بيحكي فيه دكتور بيحكي انه في امريكا ما عندهم الكتات اللي بيقدروا يفحصوا فيها الكت اللي هو النموذج او الطريقة او الجهاز اللي بدهم يفحصوا فيه الكورونا فيروس متوفر في الولايات المتحدة الامريكية اسمعوا الفيديو طبعا اللي ما عنده ترجمة انا مستعد يعني اترجمة لكل بسيط انه للأسف للأسف هم مش مستعدين للموضوع تفضلوا د aconte me tell you the problem right now before I came here this morning I was in the emergency room, seeing patients I still do not have a rapidly diagnostic test available to me well that easy to do is it not is it hard to manufacture it is, it is easy to do for some countries what happened in the united states is that the cdc created a test bailpinar sent it, a test out to fifty states and then said oh hold up and don't use it let us fix it okay how quickly can you get on the project now Matt we hear that its coming very soon, but I am here to tell you right now at one of the busiest hospitals مخلوقов يمكن أن يكون أملات المقاربات في المساعدة. ألا تحتوى المعرفة أرباحية. عليما أتحدث في القرصة على أقراض واليومي الصدقات إلى السلمية. هذا النقاط فإنهات أياه الأدوات بإيجاب مختلفين في العام. هناك سنوات با سنوات في المعرفة في الثالثة اليوم. هذه الإثناء. أيضًا في تغييراني حتيتي، لدينا ما هذا فيه فالنوية سوائل أدوة بدأت تقرير بالنحن기를 تماما من يواجهد الضيب. أنا أمريكي في المنطقة وليس لدي أجهزة الأمن القومي في الفيديو الثاني اللي حرجيكم إياه هو عبارة عن رئيس الهوم سيكورتي الولايات المتحدة اللي هو الأمن القومي عم بعمل تستمونيا أو بجاوب في مجلس السيناتورهات الأمريكي عن استعدادية أمريكا لمكافحة الفيروس وعلى أسف الصدمة أنه الأخ شيكله مش متحضر ولا هم عارفين شو عم بصير يعني تفرجوا على الفيديو السيد. 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 جالي أن يترمن بلدك نحن نحن نترمن بلدك نحن نترمن بلدك أن أترمن بلدك إنك نحن نترمن بلدك لجب ايضاً. تعرف تقلين عددنا مع محقوق؟ نفعل تقلين بإجابة مجرد؟ تحسين نظر من المتجولة في الشركة لذلك لقد ما سأقلن نحن الوقت على حول النار و شكراً ولكن ليس لا تقلين عددنا كما ت themselvesنظر بإيضاً أروا واجد أن تقلين لا سنرى أن أتrekلم لأنني أيضاً لكحقوق نظر أن تريد أن نقلين أتتابع بالطبع؟ الشيء يتعلن أفضل؟ نعم و أعط بشكل أقلنا منتجول تتشارية الشيء يوم بشكل أقلنا منتجول؟ نحن نعطي معهم لذلك اتبعونا منتجول تنقلنا ولهجب الأقل نفعه أفعاله ما هو المعرشات الظانية في ت Gay devastating أعتبر ملات أعتقد أن أقلناهه ، على دور 2% كثير من الوحشات؟ أضف ايضا في النظر لأهربما تتشاركي على متملها والمتجولة I can get that for you. But you don't know the mortality rate today? It changes daily Senator. I understand that. What's the average since we discovered the virus? Again, it is under 2%. It was as high as 3%. The numbers were recalculated based on reporting from China. Is it between 1.5 and 2%? It's between 1.5% and 2%. Okay, what's the mortality rate for influenza over the last say 10 years in America? It's also right around that percentage as well. لا أمع هذا بإستخ сказал ولكن تتعيد مجددا تقريبا إلى 5% تقريبا على هذا؟ من اعتقد أنني أعتقد أنني اعتقد أننا نعمل على دخر تقريبًا أكثر أنظم Мы أجلهم في تقريبًا وعنهم حسارة أخرى منذ ببوضوع we just heard testimony that we don't testimony from in a briefing okay do we have enough respirators or not for patients, i don't understand the question for everybody every american who needs one who gets the disease again, i would refer you to HHS on that Mr. secretary, you're supposed to keep a say you're the secretary of homeland security yes, sir and you can't tell me if we have enough respirators do we have enough face masks we uh for the department of homeland security i'm not asking for the department of homeland security i'm asking for the american people for the entire american public yes no i would say probably not okay how short are we i don't have that number offhand senator i will get that for you you're asking me a number of medical questions i'm asking you questions because you're secretary of the department of homeland security and you're supposed to keep us safe yes sir and you need to know the answers to these questions and how far away are we from getting a vaccine in several months well that's not what we just heard testimony about okay who's on first here hhs is the federal agency for the corona virus response i would refer you to the cdc on specific questions i'm gonna hush here you're you're supposed to keep us safe and the american people deserve some straight answers on the corona virus and i'm not getting them from you that's all i have madame chair and i'm not getting them from you and i'm not getting them from you 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 over the place i'm not getting them from you i'm not getting them from you